موسيقى نجد التحية مشاهدين مرة أخرى إلى ملفنا الثاني حيث ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل سرعت مؤخرا وتيرة بناء منشآت عسكرية في وسط قطاع غزة بالتزامن مع تدمير مئات المنازل في المنطقة التي باتت تعرف باسم محور نتساريم وإجبار آلاف السكان والنازحين على أخلاء مراكز الإيواء في بيت لاهيا وجباليا شمالية قطاع غزة واستعملية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ شهرين وبينما جددت واشنطن رفضها بناء قواعد عسكرية إسرائيلية دائمة في قطاع غزة مع تنامي حديث مسؤولين إسرائيليين بإعادة المستوطنات إلى القطاع قال مصدر إسرائيلي للحرة أن العمليات العسكرية في القطاع خصوصا في الشمال تهدف للقضاء على المسلحين وليس من أجل تقسيم المنطقة التقارير التي نشرتها وسائل أعلام أمريكية وإسرائيلية بشأن تسريع إسرائيل إقامة منشآت عسكرية في أجزاء من قطاع غزة أثارت ردود فعل رافضة من الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية جددت على لسان نائب المتحدث باسمها فيدانت باتيل التأكيد على معارضتها لأي وجود إسرائيلي دائم في قطاع غزة أو تقليص مساحته أو تهجير سكانه وعلى المنوال نفسه سارت وزارة الدفاع الأمريكية التي أعلن المتحدث باسمها الجنرال بات رايدر أن على إسرائيل أن لا تستمر في الوجود على أراضي قطاع غزة بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وبعد القضاء على التهديد الذي تشكله حماس واستنادا إلى صور التقطتها أقمار إصطناعية قالت صحيفة نيويورك تايمز أنها رصدت في وسط قطاع غزة تسريعا لأعمال بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية وذلك بالتوازي مع هدم أكثر من 600 مبنى في المنطقة وفي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة عبد الجيش الإسرائيلي طريقا جديدة على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة وركب أنظمة اتصالات ومراقبة على طول الطريق لتسهيل تحركات الجيش وتأتي هذه التحركات للجيش الإسرائيلي في وقت تتصاعد في إسرائيل المطالب بإعادة استيطان قطاع غزة والتي جاء آخرها على لسان وزير الإسكان الإسرائيلي خدل جولة في محور تساريم وسط قطاع غزة وأمام هذه التطورات فندى مصدر إسرائيلي للحرة هذه التقارير مؤكدا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لا سيما في الشمال لا تهدف إلى تقسيم المنطقة بل القضاء على البنية التحتية العسكرية لحركة حماس وذكر المصدر أنه تم تشجيع السكان المدنيين على مغادرة المناطق المستهدفة حيث أخلى نحو 75 ألف شخص منازلهم في جباليا وبيت لاهيا ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة من خيمر أبو سعدة ومعنا من تل أبيب العضو السابق في الكنيسة الإسرائيلي يوسي يونة ومعنا من واشنطن العاصمة الدبلوماسي الأمريكي السابق مارك جينسبرغ أهلا ومرحبا بكم جميعا وأبدأ معك سيد يوسي يونة ما الذي يمكن أن نوصف به ما تقوم به إسرائيل في المنطقة الشمالية من قطاع غزة تحديدا في بيت لاهيا وجباليا وأن كانت بعض المصادر لا تقول هي تريد أن تنفذ ذلك المخطط الذي يتم الحديث عنه في تلك المنطقة خطة الجنرالات ولكن إذن ما الذي تقوم به في هذه المنطقة أولا مساء الخير للجميع طلعي في هناك نوع من التناقضات الداخلية في الموقف الإسرائيلي من إحياء أن المبارة لهذا الإشي تنمين أضمن أمن إسرائيل إتجاه أي تهديدات مجددة من قبل حركة حماس لكن كيف ما نعلم هناك من يدعى باستمرار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وبإضافة لذلك في أعزاب متطرفة يدعون بأنه أنا الأوان أنه لتجديد مستوطنات في قطاع غزة هذه التناقضات أو دعيني أقول المواقف المختلفة التي نستمع لها في الحلبة السياسية حسب رأيي أنه جيش معني بشكل خاص أنه يضمن أمن إسرائيل لكن دعيني أقول أنه إذا نريد نفعل ذلك ضمن أمن إسرائيل هذه المفاوضات سلمية حل سلمي لأنه ليس هناك أي خيار مختلف لمفاوضات سلام ويبدو بأن حكومة إسرائيل حاليا حكومة إسرائيل يرأسها نيتانياو وهو بشكل ما خاضع لأطراف متطرفة أعزاب متطرفة لا يريد أن يتكلم ما رح يأتي بعد إنهاء الحرب حسب رأيي ليس هناك مبرر لاستمرار هذا الحرب وكيف ما قلت هذا الاستمرار يبدو بأنه يصنع مصالح سياسية نعم سيد يوسيم هذه الأطراف نفسها التي وصفتها بالمتطرفة والبعض يصفها باليمينية لربما هي التي اقترحت هذه الخطة بحد ذاتها سأعود إليك لكي نناقش هذه النقطة ولكن دعني أتحول إلى ضيفنا سيد مارك جينسبرغ سيد جينسبرغ الولايات المتحدة ونقفها واضح من أن يكون هناك تواجد عسكري دائم لإسرائيل في هذه المنطقة من شمال قطاع غزة لماذا ترفض الولايات المتحدة أن يكون هناك قواعد عسكرية لإسرائيل هناك لعدة أسباب أقلها ليس هو أن الولايات المتحدة تعتقد أن هذا سينجم عنه إعادة احتلال غزة وتقويد الأفق الزمني والرؤية على الأقل لما تبقى من إدارة بايدن لإعداد المسرح لتسوية أوسع تشمل السعودية وعلى الأقل توفر خارط الطريق للانتقال في غزة بالمناسبة قرأت لتوي أن فتح وحماس اتفقت على تشكيل لجنة مشتركة لحكم غزة ما بعد الحرب وهذا مشجع أخذين بعين الاعتبار الظروف ولكن الولايات المتحدة اتخذت موقفا نعم فقط لو تعيد هذه النقطة التي جئت على ذكرها فتح وحماس اتفقتا على أن يكون هناك إدارة مشتركة في القطاع ماذا يعني ذلك؟ وهل هذا مقبول؟ يعني يمكن أن يكون يمثل انفراجة؟ أنا متأكد أن الإسرائيليين لن يرون هذا كتطور إيجابي وذلك لأنهم لا يريدون لحماس أن يكون لها أي دور سواء عسكري أو سياسي في غزة في فترة ما بعد الحرب هم يريدون أن يروا قضاء كامل على حماس على الأقل من ناحية لعب أي دور في غزة بعد الحرب أنا لا أرى هذا كتطور إيجابي ولكن ما أراه هو حقيقة أن فتح وحماس على الأقل يوفران للولايات المتحدة وربما فرنسا ودول أخرى نوع من المؤشرات بخصوص نيتهما التعاون لغض النظر عن معارضة الولايات المتحدة سيد خيمر أهلا ومرحبا بك معنا وفيما يتعلق بأولا موقف مصر كان واضح منذ بداية هذه الحرب هي لن تقبل بأن يتم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى الأراضي المصرية هذه النقطة لو لوضحها لأنه في حال تم تغيير ما في الشمال دائما يتم الحديث أو في القطاع يتم الحديث عن إرسالهم إلى مصر موقفها واضح هذه النقطة وأيضا أريد أن نتعرف معك ومن خلال إن كان لديك معلومات حول إلى أين وصلت هذه المباحثات وإن كان إمكانية أن يكون هناك تفاهم بالفعل بين الجانب الفلسطيني الفلسطيني وما دور ذلك شكرا جزيلا على الاستضافة دعيني أقول بأن مصر منذ اليوم الأول لهذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان موقفها واضحا أنها لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وقد وضح الرئيس للمصري عبد الفتاح السيسي بأن هجرة الفلسطينيين إلى سيناء ستعني عودة الحرب بين مصر وإسرائيل لأن تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى أعمال مقاومة من سيناء وبالتالي هذا سيؤدي إلى عدم استقرار في سيناء وبالتالي نهاية عملية السلام التي دامت تقريبا خمسين عاما بين مصر وإسرائيل والذهاب إلى مزيد من التوتر ولكن ما يحصل الآن في قطاع غزة وأرجو أن تسمحي لي فقط أن أتحدث عن هذا الموضوع هو عملية تطهير عرقي وهذا ما أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق ووزير الدفاع الإسرائيلي موشي عالون الذي قال في ثلاث مناسبات خلال هذا الأسبوع أن ما يحدث في شمال قطاع غزة هو عملية تطهير عرقي وتحدث عن احتلال طويل الأمد وعمليات ضم وتطهير عرقي للفلسطينيين هو قال بشكل واضح أنه لم يعد هناك أي فلسطيني في بيت لاهيا وفي بيت حنون وفي جباليا وما تبقى هو فقط الآن بعض المئات الذين يتم طردهم بالقوة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي ولكن هم لا يحجرون إلى سيناء وإنما يتم طردهم باتجاه مدينة غزة وباتجاه منطقة الجنوب حسب تعليمات الجيش الإسرائيلي ودعيني فقط أشير إلى نقطة أخرى وما تحدث عنه وزير المالية الإسرائيلي سموتريش الذي قال بشكل واضح وعلنا أنه يجب إعادة احتلال قطاع غزة والتخلص من نصف السكان الفلسطينيين هذا يعني موثق وليس سرا الآن فيما يتعلق بالجزء الآخر من سؤالك هناك مباحثات جرت خلال الأيام الأخيرة في القاهرة بين فتح وحماس وتم التوافق على تشكيل لجنة لجنة مدنية أو لجنة إسناد تقوم هذه اللجنة بمعالجة أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة هذه اللجنة ليست من حماس وليست من فتح ستكون حسب الاتفاق مشكل من شخصيات فلسطينية مستقلة ليس لها علاقة بحماس وسيقوم الرئيس محمود عباس عمليا بتعيين رئيس هذه اللجنة وستكون مرجعية هذه اللجنة السلطة الفلسطينية وبالتالي لا داعي للحديث عن أن حماس هي جزء من اليوم التالي في قطاع غزة على اعتبار أن هذه اللجنة ستكون مرجعيتها السلطة الفلسطينية وستكون مشكلة من شخصيات فلسطينية أكاديمية ومختصة سيد يونة ما جاء على ذكره ضيفنا من تصريحات ليموشي يعلون والذي وصفها بأنها في حال تم ذلك هو تطهير عرقي أيضا أريد أن أعود إلى النقطة التي تحدثنا عنها قبل قليل فيما يتعلق بالجهات التي هي تقف وراء خطة الجنرالات تعود الخطة للواء احتيات جيورا آيلند وهو طوال العام الماضي كان يدعو إلى عقاب جماعي بحق السكان سكان القطاع في حين أن هناك منظمات حقوقية تصف ما يحدث بأنه انتهاك خطير لقوانين الحرب كيف يمكن أن تبرر أمام العالم أمام المنظمات الدولية مثل هكذا تصرفت أولا آيلند هو جنرال احتياتي وليس له صلاحيات واضحة ورسمية يعبر عن رأيه لكن ليس هناك يمكن أن هناك هو وزير سابق ورئيس أركان سابق ولكن هو كاسم نحن نتحدث عن اليمين بأنه يقود هذه التحركات طبعا 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 أنا أولد أنه هو جنرال احتياتي وليس له صلاحيات يمكن أنه له تأثير على التكلم في الحلبة السياسية المشتعون الإسرائيلي نتكلم عن الأطراف المتطرفة الأحزاب المتطرفة طبعا هذا اللي هم يريدوه يريدوه تطهير عرقي وأشياء من النوع ولكن حسب رأيه هذه هي أوهام هذه أوهام للناس اللي يفكروا بأنه في هناك مجال في هناك إمكانية تطهير عرقي أو هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة لسناي أو لدول أخرى هذه ليس لها أي دعيني أقول أنه ليس أفكار واقعية هي ليس أفكار واقعية وكيف ما دعيت ما استلفت في الماضي ليس هناك خيار أنه نتكلم نتكلم بفوضات سلام وما رح يجري بعد انتهاء الحرب حكومة نتنياهو كيف ما قلت بشكل ما كانه تخضع لهذه الأطراف الأحزاب المتطرفة ولا تريد أنه تتكلم عن حل سلمي بعد انتهاء الحرب هذه المشكلة أنه الحرب مستمر لأنه ليس هناك خيار سياسي لكن المشكلة يعني هناك دعوات من أجل الخيار السياسي لربما هناك من أجل مفاوضات سلام بنفس الوقت يوجد مثل هكذا دعوات من أجل التطهير العرقي ومن أجل أيضا طرد السكان من أماكنهم طبعي أنا لا أرى بأنه هذا سيحدث لا أرى بأنه هذا سيحدث يتكلم على التطهير العرقي وإشياء من هنا وعن هجرة الفلسطينيين السكان غزة من قطاع غزة إلى سنايا أو دول أخرى طبعا هناك معارضة كاسحة من قبل مصر وهذا يأخذ بعين الاعتبار أنه ليس هناك مجال أنه هذا سيحدث ولا أرى بأنه هذا سيحدث بأنه التطهير العرقي أنه إسرائيل تكون مسؤولة عنه ولها القوة أن تهاجر الفلسطينيين من غزة إلى الدول المختلفة لا أرى بأنه سيحدث لكن أقول أنه الوقت خطير أنه كيفما قلت أنه هناك أحزاب متطرفة ليس معنية بحل سلمي للصراع المتواصل بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي اليهودي بشكل عام وخاصة لما نتكلم عن قطاع غزة وهمهم أوهام عن تجديد المشروع الاستطاني في قطاع غزة وإفتاحنا النوع ودعيني أقول أنه لا أرى بأنه هذا له مجال أنه هذا سيحدث أيضا دعني أذهب مرة أخرى إلى ضيفنا الدبلوماس الأمريكي السابق سيد مارك جينسبرغ وموقف الولايات المتحدة هو واضح كما ذكرنا ولكن هذا إلى أي مدى يمكن أن نرى رؤية مختلفة الآن ونحن بانتظار إدارة أمريكية جديدة بقيادة الرئيس المنتخب ترامب وهل يمكن أن يكون هناك موقف مختلف حول إمكانية قبول الولايات المتحدة أو عدم قبولها بإمكانية أن يكون هناك قواعد عسكرية إسرائيلية أو عودة المستوطنات إلى القطاع؟ هناك توقعات من قبل اليمين الإسرائيلي بأنه ترامب لا، السؤال للسيد جينسبرغ لو سمحتك تفضل سيد جينسبرغ أنا أتفق معك لا يوجد أي شك في أنه خلال عدة أسابيع سيكون هناك رئيس جديد وأشار بالفعل إلى أنه سيعطي إسرائيل يد طليقة حرة في غزة أولئك الذين يقرؤون صور الأقمار الصناعية يرون أن إسرائيل أوجدت في ممر نتساريم الذي يقسم بين شمال وجنوب غزة سيكون هناك على الأقل في المستقبل المنظور سيكون هناك تواجد للجيش الإسرائيلي وهذا سيقسم الشمال عن الجنوب وبالتالي إسرائيل ستسيطر على كل شيء يجري في الشمال وربما الحكومة الإسرائيلية تسمح بإقامة لجنة مشتركة لحكم الجزء الجنوبي من قطاع غزة وأنا متأكد أن إدارة ترامب ومثل إدارة بايدن ستقول لا بأس في هذا نعم سيد مخيمر أبو سعدة برأيك إذا قال الجانب الأمريكي لا بأس في ذلك ما الذي يعنيه بالنسبة للفلسطيني أصلا كان القطاع يضيق بعدد سكاني كيف أن يجمع كل هؤلاء في جنوب محور نتري هذا سؤال مهم جدا دعيني هنا أشير إلى أن ما قالت أولا صحيفة نيويورك تايمز أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت طريق أولا وتوسعت هذه المنطقة لتمتد على عرض القطاع بمسافة تقريبا سبعة كيلومتر من شرق القطاع إلى أقصى غرب القطاع وهذه المنطقة توسعت لتشمل تقريبا تمانية كيلومتر في وسط قطاع غزة وعلى ما أعتقد حسب ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز تم هدم ستمائة منزل في هذه المنطقة وعمليا يتم بناء قواعد عسكرية هناك وهذه المنطقة سوف تستخدم إسرائيل هذه المنطقة من أجل فصل شمال القطاع عن جنوب القطاع والتحرك في حركة سير الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال أو بالعكس وحتى اللحظة ما نسمع من الإدارة الأمريكية الحالية إدارة الرئيس جو بايدن أنها ترفض أي تواجد إسرائيلي على بعيد المدى في قطاع غزة وأن هذا ما عبرت عنه الخارجي الأمريكي وما عبرت عنه كذلك وزارة الدفاع الأمريكية ولكن لنسب إسرائيل تخلق حقائق على أرض الواقع وهذه الحقائق سواء رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية أم لا فلسطينيا داخليا كيف يمكن التعامل بدقيقة لو سمحت لم يبقى الكثير من الوقت كيف يمكن التعامل مع مثل هكذا السيناريو التعامل مع مثل هذا السيناريو هو أن يكون هناك تدخل من الولايات المتحدة سواء الإدارة الحالية أو الإدارة القادمة للتغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق نار بموجب هذا الاتفاق يتم إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وهناك طبعا موافقة لعودة السلطة الفلسطينية ودخول قوات عربية من دول معتدلة مثل مصر والإمارات والأردن من أجل استثباب الأمن في قطاع غزة خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها القطاع هذا أعتقد هو الحل الأفضل لقطاع غزة في المستقبل شكرا جزيلا لكم لجميع ضيوفنا شكرا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو سعدة من تل أبيب العضو السابق في الكنيسة الإسرائيلي سيونة من واشنطن العاصمة الدبلوماسي الأمريكي السابق مارت جينسبيرد شكرا لكم جميعا